كما رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتوقيع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على إعلان جدة بشأن الاتزام بحماية المدنيين في السودان وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين طاه عن أمله في أن يشكل هذا الإعلان قطوة هامة نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان بصورة نهائية ويعزز الأمن والسلامة والاستقرار وأشهد الأمين العام بالجهود الكبيرة التي بدلتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في التوصل لهذا الإعلان وأكدا أهمية التزام الأطراف السودانية ببنود الإعلان لضمان وصول المساعدات الإنسانية والصحية للمتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة والراهنة في السودان